أعزائي المستدرك على الصحيحين المستدرك على الصحيحين للحاكم الني شابوري هناك في المجلد الرابع صفحة سبعمية واثنين واربعين رواية الحديث بالمعنى رقم الحديث ستة آلاف واربعمائة وثمانين الرواية عن مكحول قال دخلت على واثل ابن الأسقع فقلت يا أبا الأسقع حدثنا حديثا تبين أن القضية كانت واضحة في ذلك الزمان من التابعين وتابع التابعين حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله ليس فيه وهم ولا مزيد ولا نسيان تبين بأنه مثل هاي الأحاديث كانت نادرة ماذا نادرة الوجود اللي السائل يسأل نريد هكذا حديث لأن كثير من الصحابة من التابعين واضح زيد بن أرقم انظروا إليه في حديث الزقلين عندما سألوه قال الآن كبر السني ونسيط خلو مو فقط زيد بن أرقم موجود الرواية في صحيحي مسلم أعزائي غيره أيضا كذلك لأنه المسافة واسعة جدا أنتم تعلمون لعل آخر الصحابة مات في أواخر القرن الأول يعني بعد النبي الأكرم بثمانين سنة بسبعين سنة بتسعين سنة أعزائي من الواضح الفاصلة كبيرة جدا علي الأحوال فقال التفتوا استدلال واثل بن الأسقع التفتوا إلى الاستدلال فقال هل قرأ أحد منكم الليل من القرآن شيئا اللي الآن دا تسألوني هل قرأتم أنتم بالأمس آية أو آيتين من القرآن فقلنا نعم نعم وما نحن له بالحافظين سألهم ماذا قرأتهم قال والله من نتذكر بالأمس ماذا قرأنا الآيات القرآنية فقال فهذا القرآن التفت فهذا القرآن مكتوب بين أظهركم لا تألون حفظه وأنتم تزعمون أنكم تزيدون وتنقصون هذا ماذا القرآن اللي هل قد تأكيد أكو عليه في ذلك فكيف بأحاديث سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وآله عسى ألا نكون سمعناها إلا مرة واحدة الأحاديث قال لم تكن تتكرر من رسول الله كل الأحاديث بعض الأحاديث لم تصدر منه إلا مرة واحدة حسبكم إذا جئناكم بالحديث على معناه اكتفوا منا بهذا القدر وإلا لا تتصوروا أننا ننقل لكم ألفاظ ماذا الفاظ الأحاديث التي سمعناها من رسول الله هذا هو المورد الأول أعزائي المورد الثاني أعزائي السنة للإمام البغوي أعزائي شرح السنة للإمام البغوي تحقيق شعيب الأرنقوت المكتب الإسلامي الجزء الأول قال كنت قال أيوب الجزء الأول صفحة 238 قال أيوب عن ابن سيرين كنت أسمع الحديث من عشرة التفت جيدا اللفظ مختلف والمعنى ماذا والمعنى واحد ألفاظ ماذا ألفاظ مختلفة هذا يكشف لنا عن أن الحديث كان ينقل باللفظ أو ينقل بالمعنى اللفظ مختلف والمعنى واحد ثم ينقل عن سفيان الثوري إن قلت إني حدثتكم كما سمعتوه سفيان الثوري يقول إن قلت إني حدثتكم كما سمعتو هس إما من الصحابي أو من غيره كما سمعتو فلا تصدقوني لأنه فإنما هو المعنى فقط فقط لا يوجد شيء آخر إذا قلت لكم أني حدثتكم كما سمعتو مو فقط لا تصدقوني هذه واضح كناية عن ماذا كناية لو لا تصدقوا أحدا إذا قال حدثتكم حدثكم ماذا حدثكم كما سمع اللفظ هذا لا يوجد هذا من المورد الثاني أعزائي المورد الثالث أعزائي اللي هي مجموعة من الروايات والناقل أعزائي الخطيب البغدادي وأنتم تعلمون من أعلام علم الحديث في كتابه الكفاية في معرفة أصول علم الرواية للخطيب البغدادي المتوفى أربعمائة وثلاثة وستين من الهجرة حقق هذا الكتاب الدكتور ماهر ياسين الفحل المجلد الأول دار بن الجوزي أعزائي ينقل مجموعة من الروايات الرواية الأولى سمعت الفريابي يقول سمعت سفيان سفيان الثوري هذه مصادر متعددة يقول لو أردنا أن نحدثكم بالحديث التفتوا إلى هذا النص أعزائي لو أردنا أن نحدثكم بالحديث كما سمعناه أو قال كما سمعنا ما حدثناكم بحديث واحد أبد الباب مغلق لماذا بالأمس بينا أعزائي ما هو دليله دليله طول هذه الفترة لأن الفترة تصل إلى قارن أعزائي ومن المحال عمليا واقعيا طبيعيا أن البشر بعد التناقل أجيال أو انتقال الحديث في أجيال متعددة أن ينقل ماذا أن ينقل بلفظه أعزائي ذكرنا ذلك مرارا فيما سبقه والآن أكده هذا القرآن الذي كتبه النبي الأكرم في حياته دونه في حياته أصر على حفظه القرآن اللهم تعهد بحفظه ويتذكر الأعزائي نحن جبنا لكم مصدر مولانا القراءات القرآنية في كل مفردة توجد ثلاث قراءات خمس قراءات عشر قراءات إلى آخر فما بالك بماذا فما بالك بالحديث الذي لم يدون إلا بعد قرن من الزمان وبتداول أجيال متعددة يعني الصحابة يعني الصحابة طبعا يكون في علم الأعزاء عندما نقول الصحابة الصحابة مطبقة واحدة جملة من الصحابة ينقلون عمن عن الصحابة كما هو الحال في ابن عباس ابن عباس أعزائي توفي رسول الله وليس له من العمر إلا ثلاث عشر سنة بطبيعة الحال من المحال أن كل ما نقله نقله عمن عن رسول الله صلى الله عليه وآله كثير من الأحاديث سمعها من الصحابة وإن كان نسبها لمن نسبها لرسول الله وصحابة آخرين أيضا كذلك تعد الطبقات الصحابة ثم تعال إلى التابعين وتابع التابعين وتابعي تابعي التابعين لا أقل ثلاثة إلى أربعة أجيال هذه الأحاديث كانت شفهية شفوية تعتمد فيها على الذاكرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر